الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح الثاني من سبتمبر لدينا الكثير من التطورات العامة لذلك رجاء شاهدوا الفيديو حتى النهاية ولا تنسوا الانضمام إلى القناة ومشاركة الفيديو لو سمحتم لينضم إلينا أكبر قدر من الأشخاص دعونا نبدأ مباشرة باتجاه جبهة بوكروفاسك في منطقة دانيات حيث استطاعت القوات الروسية التقدم في هذه المنطقة والسيطرة على قرية لسيفكا تقدمت الوحدات الروسية العاملة في هذه المنطقة بعمق 1.95 كم وأيضا بعرض أقصى 1.95 كم وسيطرت على كامل هذه القرية القوات الروسية تهدف من السيطرة على هذه القرية إلى تشديد المجموعة الأوكرانية إلى الاختراك فيما بينها والضغط على يوكرينز كما قلنا في القناة سابق لزيادة الاتجاهات أي ما ناخر ليس فقط الضغط من الجهة الشمالية إنما أيضا من الجهة الشرقية كما تلاحظون السيطرة على هذه القرية توفر فرصة للقوات الروسية أيضا لزيادة الضغط على المجموعة الأوكرانية التي تحاول الحفاظ على زيلاني بيرشي في محاولة للحفاظ على خط الإنداد في زيلاني الثانية بمعنى أخر هناك أثنتين الأولى خط دفاع يعني يستخدمها الأوكران كخط دفاع والثانية يعني يحاول الأوكراني الاحتفاظ بها لتكون خط انسحاب للقوات الأوكرانية الموجودة في كامل هذه المنطقة والتي تحاول الانسحاب بشكل تدريجي الروس يحاولون قدر الإمكان كما شرنا بالأمس إلى قطع خط المنطقة هنا وحصار القوات الأوكرانية طبعا أحبائي لم تكتف الكوات الروسية بهذا التقدم إنما أيضا تقدمت في ساليدوفي ووصلت إلى منطقة المستشفى وسيطرت عليها طبعا هذا التقدم كان بأوق تقريب نحو كيلومتر أو ستمائة وثمانية مترا بامتداد هنا كيلومتر استطاعت الكوات الروسية السيطرة على هذه المنطقة وبالتالي كما تلاحظون باتت الجهة الشرقية من ساليدوفي تحت سيطرة القوات الروسية وتحاول الاندفاع نحو الأمام في هذا الاتجاه ضغط روسي كبير في هذه المنطقة ولكن في نفس الوقت الأوكران كما أشارت لكم يقاتلون بقوة أرسلوا تعزيزات وإضافة إلى ذلك باتت المواجهة في أبنية شاهقة وبالتالي هذا يصعب الأمور قليلا بإمكان القوات الأوكرانية اعتلاء الطوابق العليا ورصد التحركات الروسية ما يصعب الحركة الروسية ولكن رغم ذلك القوات الروسية تحافظ على وطيرة التقدم لكن ما الذي يحصل باتجاه ميرنوغراد وبوكروفاسك القوات الروسية تركز حاليا على الجهة الجنوبية ولكن في نفس الوقت لا توفى فرصة للتقدم باتجاه جروديفكا وميرنوغراد ونوفوغرديفكا لذلك الوحدات الروسية تركز جنوبا ولكن لا تهمل الشمال ولا تهمل الجهة الغربية ولكن تريد التعامل مع هذه المنطقة في بداية الأمر هناك أيضا كانت تقدم هامل القوات الروسية استطاعت من خلال الوصول إلى المناجر في أوجندار تقدمت الوحدات الروسية بعمق 2.2 كيلوماد بعرض 580 مترا وسيطرت على بعض المباني في المنجم هنا تقدمت الوحدات الروسية وحصلت على موت القدم وبالتالي تكون تدور معارك كبيرة منذ منتصف ليل أمس بهذا الاتجاه بين الوحدات الروسية والوحدات الأوكرانية المعركة هنا ليست سهلة إطلاقا ولكن لننتظر إلى أين ستقول الأمور خاصة أن القوات الروسية تضغط باتجاه فوديان وتضغط في نفس الوقت باتجاه أوجلدار من عدة اتجاهات إضافة إلى ذلك أحبائي تتواصل عمليات الاشتباك مع الوحدات الروسية والأوكرانية في عدة اتجاهات ففي اتجاه فييمك حيث تقدمت القوات الروسية بالأمس شمال كطاع بخمد باتجاه سيفيسك وسعت القوات الروسية من مساحة سيطرتها وقد استطاعت التقدم والسيطرة في هذه المنطقة بين إيفانو داريفكا وفييمكا هذا التقدم كان بعمق 2 كيلومات وامتداد 4 كيلومترات وسعت القوات الروسية من مساحة سيطرتها طبعا السيطرة على هذه المنطقة ستساعد القوات الروسية على الانطلاق بشكل أفضل نحو سيفيرسك كنت لكم تبعد 4.71 كيلومتر عن سيفيرسك انطلاقا من فييمكا وتبعد 6.61 كيلومتر انطلاقا من إيفانو داريفكا أيضا تفعل القوات الروسية محاور سيري بريانكا من هذا الاتجاه ومحور فيل هوكاميانسكي من هذا الاتجاه فيما يتعلق بموضوع كوبيانسك فتستمر المعارك في محيط بيشاني كانت الوحدات الروسية تحاول التقدم في الجهة الشمالية هنا واين تستمر عمليات التقدم نحو هذه القرية القوات الروسية لها عدة أهداف في المنطقة أشارنا إليها في وقت سابق تتمثل بوصول إلى النهر وقطع خطوط الإمداد ماذا عما يحصل في اتجاه خاركيف وسومي؟ طبعا أحبائي بالأمس واصرت القوات الروسية عمليات الاستهداف إلى اتجاه خاركيف بشكل كبير وبشكل هائل الوحدات الروسية مصرة على استهداف أي منشآت أي أمر في خاركيف أو من سومي من شأنها أن يساعد القوات الأوكرانية في عمليتها سواء المجومية أو الدفاعية ففي سومي في الساعة الخمس صباحة تم ضرب منطقة عمل أخرى نظام S300 للقوات الأوكرانية إضافة إلى ذلك تم تدمير محطة توجيه الصواريخ إضافة رادار وقاضفتين وتم استهداف هذه المنظومة بثلاثة صواريخ من طراز سكندر طبعا في اتجاه قرية جليبنوي في محيط منطقة سومي كانت الضربات قوية جدا تطال مناطق حرس الحدود وطبعا أنظمة مارس الموجودة في المنطقة فكما تعلمون القوات الأوكرانية تقصف المنطقة بالقراد وكورسك بعدد كبير من أنظمة مارس وغيرها إضافة إلى ذلك يركز الأوكران في عمليات استهدافهم باتجاه المنطقة هنا يحاولون تدمير الجسور العائمة لذلك هي معركة هامة بالنسبة للقوات الروسية وأيضا يركزون على استهداف الامدادات التي تأتي من سومي إلى المنطقة هنا بالمناسبة ستحدث عن كورسك ولحقا نتحدث عن أمور أخرى في اتجاه منطقة مارتينوفكا تقدمت الوحدات الروسية قوات أخمات واليؤثة 110 تقدمت بعمق 3.6 كيلوماد وبعرض تقريب نحو 2.85 كيلوماد وسيطرت على كامل هذه المنطقة ولكن لم تسيطر على المنطقة بشكل كامل الأوكران دفعوا بتعزيزات كبيرة إلى هذا الاتجاه للسيطرة على مارتينوفكا كذلك يركز الأوكران في هجماتهم على السيطرة على كامل هذه القرى الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية كرة صغيرة جدا كل قرية تحتوي عبد قليل جدا من المنازل إضافة إلى ذلك تحاول وحدات الأوكرانية توصية اختراقها في هذا الاتجاه أيضا تواصل شن عمليات باتجاه أليكساندروفكا أما أولغوفكا فتشهد معارك ضارية بين الوحدات الروسية والوحدات الأوكرانية وكذلك لا تمل القوات الأوكرانية من مهاجرة كوماروفكا طوال الوقت هناك اشتباكات ومحاولات هجوم باتجاهها هي وانوفو إيفانوفكا كما أشارنا في وقت السابق تحاول القوات الأوكرانية السيطرة على تين القريتين والضغط على القوات الروسية إضافة إلى ذلك كانت هناك عمليات قصف كبيرة للقوات الروسية باتجاه كييف طبعا تعرضت أراضي الشركة المساهمة الحكومية القابضة أرتيوم لضربات بصواريخ كروز الشركة هي شركة مصنعة للصواريخ الموجهة جو جو والمجمعات الألية لعداد وصيانة الأسلحة الموجهة للطائرات وطبعا الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات إضافة لمعدات خاصة بالطائرات وبالتالي كان هناك تركيز كبير على استهداف هذا الموقع وطبعا اندلعت النيران في هذه المنطقة أيضا كان هناك ضربات على أراضي مصنع أنتونوف بحسب المعارضات المتوفرة دمرت الضربات مستوضعا وورشة لتجميع وصيانة الطائرات بدون طيار طبعا إضافة إلى ذلك تضرر مبنى مؤسسة M.A.U.P التعليمية إضافة إلى ذلك تم تجهد سكوت شازايا في صارة العاب الرياضية رقم 46 في أحد الشوارع طبعا أحبائي هذا فيما يتعلق بالمنطقة هنا فيما يتعلق بالتشكيلات العسكرية الأوكرانية قعد قيادة الجيش الأوكراني أنه سيتم عدد تنظيم اللواء 152 طبعا وسيتم كل أنه يرسله إلى الحدود مع بيلاروسيا هذه هي بيلاروسيا بلا أقدر سيتم تعزيز المنطقة هنا به إضافة إلى ذلك بدأت الكوات المسلحة الأوكرانية بتشكيل اللواء الميكانيكي 162 طبعا يحاولون أن يكون مؤلفا من أفراد من خارج أوكرانيا عيشون من أفراد في خارج أوكرانيا لديهم نية بشن هجمات مضادة في عام 2025 إضافة إلى ذلك كان هناك معلومات حول وصول اللواء 161 إلى منطقة كورسك وعلى المجموعات منه أحبائي هذا كان كل شيء حتى ساعات الصباح أي جديد سوفقكم به لاحقا لذلك رجاء لا تنسوا الانضمام من القناة مشاركة الفيديو ودعم القناة ماديا هذه مدعومة فقط من حضرتكم التفاصيل مجددا بالرصف خاص بالفيديو ويكون لكم سؤالي في التعليقات وشكرا لكم دوما على كل شيء وللقاء بفيديو آخر شكرا لكم